We use used two for things that happened regularly in the past or for things that were true in the past but aren't true now Used two معناها إعتاد أن بس تقدمنا لما جاء أسأل أو أتكلم عن عادة كانت في الماضي لكنها دلوقت وقت فانشت It's finished now OK, إنتهيت لم تعد تحلو سنقين يعني أنا كنت متعود إني أكون دائما مزعيد أما دلوقتي لكن الآن أنا كنت متعود إني أكيد أكيد يبقى عادة رحبت كانت في الباست لكنها توقفت الآن ولكنها نتايت أليم أكيد 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 كيف ستفعل أيها الإشارة؟ كيف سألت أكيد 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 أنا هنا أعني جميع الأكملة وأنا أشوف الغملة بتتحدث مني الغملة بتبدأ سبجيب 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 وصف هذا بالنسبة لغملة العدي تميقى ترى الحملة الخطة الغملة 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 في نفسات وعد الغملة في الفاس أحد معي خطة الأيضاء ، they will be in the street. Ok. tsunami, another question will start with that subject يوجد يوجد انفنات ماذا؟ 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 تمام؟ ماذا؟ لا أعرف شوية ماذا؟ 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 أعرف شوية شوية أعرف شوية أعرف شوية حيث يوجد أعرف شوية كارة أعرف أعرف صورة يسأل العودة او لا او لن لا كانت كاتر الواقع السائل مع الكوستان لرغم الكوستان لرغم الكوستان لرغم ترجمة نانسي قنقر يوسط التقبيب ترجمة ثامان ترجمة نانسي قنقر maybe the habit was finished العدد دي خلاص من الوقت خلاص من الوقت خلاص من الوقت ما عودتش بعمل okay الجملة هتبدأ بsubject used to بعدها الverb في الانفنط دي الجملة العادية المسبتة اما الجملة المنفية هتبدأ بالsubject after that didn't after didn't use to بعدها انفنط if I talk about that question with yes or no answer then subject used to انفنط did you used to listen to music loudly yes I did or no I didn't question with WH question where WH question where the subject used to بعدها انفنط okay after this do I we talk about what what when can I use what to talk about repeated actions in the past لما هتكلم عن احدث كانت بتتقرر في الباست it isn't used with be or have ولكنها لا تستعمل مع verb to be or verb to have when they express states in the past لما تكون متعبرة عن حالة في الماضي طيب لو انا معايت استخدم او لو قابل اليوزد تو فربي تو بي نعمل اين تعاني نشوف تَاشَاً الوقazi تَاشَاهَجَاً الوق рублей لازم عند اليوزد تو يجبر ببلاصة عين طب ده معناه اين؟ معناه ان العاده دي لسه شغاله ما تنصتش يعني الهجزء عمبر لو انا قد I used to smoke يعني انا تعوجت اني ادخل لو used to بالشكل ده يبقى كده معناه ان انا بطلت ادخين طبعي؟ بعطي ايه فاي يسيري؟ I am used to smoking انا كنت متعول اني ادخن طب بطلت ادخين لأ لسه بدخن زي ما عرفت الديفرنس ما بين الاثنين؟ يبقى انا لو used to قلت بعدها يجب بعدها انفنتي بدي تبقى عادة وخلصت لكن لو used to بي عب لها البر بيتو بي يبقى البر بي عب لها بلاس عاية من جي ومعناه ان العادة دي لسه مخلصتش الاثنين تفانش جيات صعبة؟ لا يا طب يجرب افل في النيغتف زي هذا هاي يقومنا مع البر بيتو بي سابجيط ام از ار نط يوز دي تو بي عب لات هايين جي طب question is question word question word is our subject used to بعد عبر ببلاسة صعبة 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 حبيبا حبيبا study the examples please go alright page 101 example read the example please study the example workbook page search the street okay say you drew color pictures outside the floor no لا نعم نعم اذهب نعم لتعطي البنان cathay جانا حسن خطي نعم 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 شن نعم 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 فقط نعم نعم اجين 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 قبل ما نحن what المعنى بتساوي unused to طبعا ميجي بعدها الفرب في الانفينتب ما عدا مع verb to be او verb to have اذا جات verb to be او verb to have بتيجي unused to ما ينفعلش يكي what تمام يا شباب تمام والذي بتابع عن the would السؤال بتاعها هي اللي بتسأله what subject infinity يسرنو question what subject infinity تمام نعم 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 103 page 103 نعم 11 نعم 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 اشتركوا في القناة